السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني الاعدادي يعملين ايه يا شباب النهاردة كده سريعا هناخد زي قواعد كده على اليونت الرابع او يونت فور الدرس الاول والتاني عندنا فيهم حاجة اسمها ضمائر الوصل اللي مقرر علينا في الدرس دوت اربع روابط او اربع ضمائر وصل مبدئيا كده عايزين نعرف يعني ايه ضمائر وصل زي انا في العربي كده بالظبط لما بتاخده ضمائر الوصل في العربي اللي هو ايه اللذي التي الذين تمام كده فيه ضمائر للمفرد وفيه ضمائر للمسنة وفيه ضمائر للجامع والكلام ده كله طبعا انا ما عنديش في الانجليزي مسنة انا عندي يا اما مفرد يا اما جامع اوكي فهنا هنشرحها بس بطريقة مختلفة طبعا شوية في الانجليزي الاربع ضمائر الوصل لدول اللي مقررين علي ليه انا بسميهم ضمائر وصل ضمائر وصل من اسمها كده يعني بتوصل جملتين ببعض بتوصل جملتين ببعض فهنا بيقول لك ايه جمل الوصل هي الجمل التي تبدأ باحدى ضمائر الوصل يبقى انا لما يكون عندي جملة وعايز اقول ان دي جملة وصل لازم يكون فيها او بدأ بكلمة من الاربع كلمات دول اوكي وبيقول لك بتستخدم لتوضيح ما يتحدث عنه سواء كنت انا بتحدث عن او بتكلم عن شخص عاقل او اي او شي او مكان تمام كده ايه الاربع ضمائر اللي عندي او ضمائر الوصل اللي عندي او الكلمة عندي هو الو دي سايلانت مش هنطقها هو يعني معناها الذي او التي للعاقل نكتب كده مع بعض وهي حتى مكتوبة لي هنا في الجدول ده وعندي ذات برضو نفس المعنى وهنشرح بالتفصيل وعندي كلمة which الh لما بتيجي بعد الw برضو مش بتتنطق وعندي كلمة where اوكي انا عارفة ان where دي المفروض ان هي اداة استفهام بتيجي في اول السؤال وبيبقى معناها اين لما كون بسأل عن مكان لكن انا لو هستخدمها كضمير وصل بتيجي بمعنى حيثو وبتدل على مكان تعالوا كده ندخل على الجدول الاولاني اول ضمير وصل عندي هاخدو اللي هو هو سرنا من ذات دلوقتي اللي جنبيها هو قال لي ان هو دي معناها الذي او التي او اللذينة يعني انا هستخدمها للمفرد او الجمع تمشي مع الاتنين مفرد او جمع الضمير دي بتستخدم بمعنى الذي او التي او اللذينة مع الاشخاص اللي هو ايه بستخدمها للعاقل بستخدمها للعاقل زي مثلا لما اقول مستر حامد هذا صن يعني مستر حامد ده عنده ابن صن يعني ابن هو ايز ادكتور ابنه ده بيكون طبيب او دكتور تمام كده فهنا ربطت الجملتين دول انا عندي جملتين احنا قلنا ان هي ضمائر وصل فانا عندي جملتين وصلتوهم بكلمة هو تمام كده او مثلا في المثال التاني يعني معناها ان الناس الذين شوفوا هنا استخدمتها عادة على كلمة جمع الذين يعيشون بالمنزل المجاور يعني الناس ودودين او حبوبين تمام كده نيجي للرابط التاني او ضمير الوصل التاني ويتش ايه ويتش ده قالك ده برضو الكلمة دي نفس المعنى هو ويتش نفس المعنى الذي او التي او اللذينة يعني هستخدمها للمفرد او الجمع تمام كده طيب دي بقى بتستخدم مع ايه قالك بتستخدم مع غير العاقل مع الجماد او الحيوان يبقى انا دلوقتي عرفت الفرق ما بين الكلمتين ان دي ودي نفس المعنى هو ويتش نفس المعنى بس الفرق في الاستخدام ان دي للعاقل ودي لغير العاقل تعالوا كده نقرأ الامثلة مع بعض او المثال بيقول لي شو ميزا فوتوس وريني شو يعني يوري او يعرض او يبين فبيقول له وريني كده الصور اللي انت التقطتها او اخدتها مبارح تمام فهنا ربطت الجملتين بويتش ليه انا قلت ويتش لان ويتش هنا عيدة على الفوتوس والفوتو هنا الصور غير عاقل لكن هنا هو كانت عيدة على مستر حامد حامد عاقل المثال التاني that's the horse هذا هو الحصان which one there is اللي فاز اللي فاز بالاي بالريس الريس اللي هو السباق تمام فانا هنا ربطت الجملتين بويتش ليه ربطتهم بويتش عشان ويتش هنا عيدة على الهورس وهنا الهورس غير عاقل الحصان اوكي؟ طيب التركاية بقى الزيادة عندي اني قالي كلمة هو كلمة ويتش ممكن اشيلهم من الجمل واستخدم مكانهم كلمة that وذات برضو بنفس المعنى يبقى انا ممكن استخدم هو أو ذات ممكن استخدم ويتش او ممكن استخدم بدلها ايه كلمة ذات يبقى كلمة ذات عندي بتحل محل هو وبتحل محل ويتش تمام كده؟ ثالث ضمير وصل معانا اللي هي كلمة where معناها حيث وقلنا ان هي بتعود على مكان معلش لما خرج الصوت عندي والحروف لان انا عندي زكام فهنا كلمة where معناها حيث للمكان باستخدمها لما اكون بتكلم عن مكان فبيقول لي هو ضمير وصل بمعنى حيث وباستخدمه مع الاماكن زي مثلا المثال اللي عندي this is the house هذا هو المنزل where I live اللي انا بعيش فيه فانا هنا اتكلمت عن الhouse house يعني منزل وده اسم مكان فعشان كده استخدمت where فهنا where عيدة على الهيه الhouse طيب مثال كمان this is the village where my father was born هذه هي القرية حيث my father was born اللي بابا اتولد فيها تمام كده فانا هنا استخدمت where علشان where هنا عيدة على village وvillage يعني قرية اسم مكان تمام طيب مزود لحتة صغيرة بيقول لي ان كلمة where برضو ممكن استخدم معاها حرف ger which او اعكسها اجيب which الاول وبعديها حرف الجر برضو بتحل محل ايه where طيب تعالوا نشوف هو كاتب لي جملة ومستخدم فيها where وبعد كده مغير لي ومستخدم حرف ger و which في المثال التاني ذكر لي برضو مثال مستخدم في where هي هي نفس الجملة مستخدم في where ومستخدم which الاول وبعد كده حرف الجر يبقى ممكن يجي حرف الجر الاول وبعد كده which او تجيلي which الاول وبعد كده في الاخر حرف الجر هنا مثلا بيقول لي ايه I don't want to leave the house انا مش عايزة اترك البيت او اسيب المنزل where I was born اللي انا تولدت فيه فهنا استخدمت where ربطت الجملتين ببعض وعلشان where عيدة على house منزل فايه استخدمت الرابط where نفس الجملة هي هي I don't want to leave the house in which I was born انا مش عايزة اترك المنزل اللي انا تولدت فيه خلاص كده فعرفنا طريقة استخدام where او كلمة in which المثال التاني I don't want to leave the house انا مش عايزة اترك المنزل where I was born فهنا برضو عادي الجملة هي 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 نفس الاولى دي ماشي طب لو انا مش عايزة استخدم where ممكن استخدم which in I don't want to leave the house انا مش عايزة اترك المنزل which I was born in اللي انا اتولدت فيه اوكي طيب طيب لو جينا للجزئية الاخيرة ديت لما كون بتكلم عن مكان احنا قلنا فاول الشرح اني بستخدم كلمة where لما كون بتكلم عن مكان او بذكر اسم مكان بس برضو ممكن استخدم which امد استخدم which لما تكون بتتكلم عن مكان فيه ولاد كتير بيطلق بطوما بين دول يعني انا ممكن استخدم which للمكان او ويه بس امده هستخدم which قال لي هستخدم which لما كون بوصف المكان او بعرف المكان او تعريف للمكان اوكي يعني ده وصف المكان او تعريف للمكان اللي انا بتكلم عنه هنا مثلا this is the villa which we have both هذه هي الفيلا اللي احنا اشترناها انا بوصف الفيلا او بعرفها فبقول اللي احنا اشترناها فعشان كده اخترت which مع اني بتكلم عن اسم مكان في التمارين هنعرفها اكتر وهتوضح لنا اكتر فيلا نبتدي التمارين مع بعض number one miss amel is a teacher الاستاذة امل دي او مدام امل دي مدرسة نقط teaches us science اللي بتدرس لنا العلوم فهنا طبعا واضحة جدا انا بتكلم عن امل عاقل فهاختار ضمير الوصل who لا هاخد where when which هتبقى who طيب number two we bought a flat احنا اشترينا شقة نقط is near the school الشقة دي بتكون قريبة من المدرسة طيب انا كده بتكلم عن شقة flat يعني اسم مكان يبقى كده انا تفكيري هينحصر ما بين كلمتين يا اما هاختار which او where طبعا هاستبعد هو للعاقل وهوز طيب امتى ااخد which او where اللي اتنين ينفع استخدمهم للمكان بس هنا بقول ان الشقة دي بتكون قريبة من المدرسة فانا هنا بوصف المكان هاختار which اوكي number three Wimbledon is a place in London Wimbledon دي مكان موض في لندن نقط you can watch tennis every summer انت تستطيع او تقدر ان انت تشاهد التنس كل صيف يا ترى هو which that where هنا الجملة واضحة وصريحة جدا ومش محتاجة اي لغبطة لانه هو قالك ان الاسم دوت هو place place يعني مكان فانا بدون تفكير او على طول هاختار which ولا where طبعا صراحة هتكون where تمام number four this is the bird هذا هو الطائر نقط lives in the desert اللي بيعيش في الصحراء طبعا هنا الbird دوت لازم نركز الاول اللي انا هتكلم عليه اي علشان اعرف اختار ضمير الوصل الصحيح bird هنا غير عاقل هقول who when where that قلنا that تمشي للعاقل ولغير العاقل مش هينفع ااخد where لانه بتعبر عن مكان ولا when لانه بستخدمها للوقت لو بتكلم عن وقت ولا هو للعاقل number five tennis is a sport التنس ده عبارة عن رياضة نقط some people enjoy playing اللي بعض الناس بيستمتعوا باللعبة بتاعها انا هنا بتكلم عن sport رياضة فهاختار where which who when طبعا واضحة جدا هناخد which عشان انا بتكلم عن sport غير عاقل نكمل التمارين صفحة 126 126 number six بيقول January is a month هو الشهر شهر يناير هو الشهر انه نقط we have our mid year holiday اللي بناخد فيه mid year holiday اجازة نصف العام طبعا هنا انا بتكلم عن month شهر غير عاقل what where when which هاختار which number seven tonta is a city tonta di medina اسم مكان نقط محمد صلاح came from بقول اللي محمد صلاح جي منها يبقى هستخدم where ولا which طبعا هنا انا بقول محمد صلاح جي منها انا ما وصفتش ال city ولا عرفتها فهستخدم where مش هينفع اخد which the zoo is a place اللي الحديقة او حديقة الحيوان هي عبارة عن مكان فهنا ذكر لي مكان صراحة we see animals احنا ممكن بنشوف فيها حيوانات كتير جدا فهنا هقول which where who that هنا في الجملة ديت انا هنا بقول we see animals احنا بنشوف فيها حيوانات يبقى انا هنا وصفت المكان دوت او عرفته يعني ذكرت حاجة بتدل على المكان ده فهنا هاختار which نيجي بعد كده number one that's the man هذا هو الرغل which bought our old car عايز اقول اللذي اشترى مننا old car السيارة القديمة بتاعتنا هنا انا بتكلم عن من رجل عاقل يبقى هنختار ايه هو دومير الواصل هو number two the desert is a place الصحراء دي عبارة عن مكان when we don't find plants اللي احنا ما بنشوف ش فيها we don't find sorry ما لا نجد فيها نباتات نباتات طيب انا هنا بوصف المكان بقول ان الصحراء ديت ما بيكونش موجود فيها نباتات فهنا هاختار which ولا where which لان انا بوصف المكان او بعرف المكان فهاختار which number three حامد is a boy حامد هو او حامد هو الولد where can swim really fast اللي يستطيع ان هو يسبح really fast يعني بسرعة جمدة جدا فهنا بتكلم عن boy هقول who عاقل number four PE اللي هي حصة الالعاب او التربية البدنية PE is a subject هي المادة who a lot of students like to do اللي كتير من الطلبة students يعني الطلبة بيحبوا ان هما يقوموا بيها او يلعبوها يعني فهنا طبعا بتكلم عن PE حاجة غير عاقل هاختار كلمة which هنا الجملة دي انا ممكن اقول which لو حد فيكم كتب which صح لو حد كتب كلمة ذات برضو صح فممكن اقول which الاجابة تعتبر صح وممكن اقول that لانه بتكلم عن غير عاقي دي صح ودي صح نيجي بعد كده النامبر 5 رقية هي طبيبة اسنان when when examines patients carefully عايز اقول انه رقية دي طبيبة الاسنان اللي بتفحص كلمة examines يعني بتفحص patient patients اللي هما المرضى بتفحص المرضى بشكل دقيق جدا او بكل عناية carefully هنا انا بتكلم عن عاقل فهقول who وبرضو ممكن استخدم كلمة that دي صاح ودي صاح نمبر 6 this is the dog هذا هو الكلب who caught the thief اللي مسك اللص او الحرام هنا الكلب غير عاقل فهاختار which او that تمام بس لو احنا يعني خيرونا بان بيد الاتنين هو اضاق وهنا which اضاق ممكن استبعد that طالما انا اللي في ايدي اقول لهم الاجابة مش بيخيروني ما بين نمبر 7 حلمي likes the house when he was born هايزة اقول ان حلمي بيحب المنزل اللي توالد فيه فهنا لما بقول اللي توالد فيه انا هنا مش بدي وصف للهاوس ولا بدي تعريف للهاوس فعشان كده هاختار where انا كده بتكلم عن مكان صراحة ما قلتش هنا جملة بتديني وصف للهاوس او تعريف للهاوس فعلى طول هاختار where تمام بكده حبايب قلبي نكون خلصنا الجزئية دية من القواعد اللي مقررة على الدرس الاول والتاني لينت 4 ان شاء الله في الحلقة الجاية نكمل لسن 3 و 4 للواحدة الرابعة اشوفكم في الحلقة جاية ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة